في تغيير في حياتكم في هاي الفترة تغيير يعني خلينا نقول كبير وممكن يكون على صعيد عاطفي ولكن انت في هذا الموضوع انت رح تكون المتلقي انت رح تكون واقف مكانك خلص خلصت اللي عندك اعطيت كل شي وراح تستنى بس التغيير فالتغيير جاي مش بس تغيير تغيير خلينا نقول مصيري اللي هو لقدام فعلى العلاقة على صعيد انا بشوف هاد الكرت كتير عاطفي فعلى صعيد عاطفي انت رايح لعلاقة جدية شو ما كان وضعك رايح لعلاقة جدية فعلا حتى ازا كنت متزوج فانت عم بتكون يعني ما في طلاق في استمرارية في العلاقة المهم عم بشوف استمرارية في العلاقة شو ما كان نوعها على الصعيد العاطفي طبعا اذا برج الميزان وعلاقة ثلاثية من اولها صرت اكره الرقم ثلاث انا لكن بعدها نصر دغري عندنا رقم سبعة ولا تنسوا انه ثلاثة وسبعة عشرة يعني اخر شي اربع استقرار 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 اكتر بحسه عاطفي اه قبل فترة صار عندك نقص في المال الفترة الجاي رح يتعوض هذا الموضوع في ناس بلشوا بمشروع ورح يعطي نتائجه في هاي الفترة ازا في عندك توازن في العاطفة وتوازن في المادة التقاء بشخص عزيز رح تحاول تدافع عن نفسك طبعا احنا رح نترجمها كلها كسلسلة او كموضوع ولكن عشان بس تشوفوا الكروت ايش ممكن يكون معناها اذا في عندنا علاقة ثلاثية في الموضوع ولكن بجنبها انتصار كرت انتصار على هاي العلاقة الثلاثية ولكن انا بشوفوا شوي مش طويل الامد يعني بشوفوا مش في هذا الشهر صدقا بشوفوا ولكن شوي شوي رح تتخلص من هذا اله رح تبلش في هذا الوقت ولكن تخلص منه نهائي ممكن يحتاج الموضوع لأكتر من شهر لا احنا احنا فتحنا على شهر واحد عم بتكون صبور كتير عم بتكون عارف بالزبط او متيقن انك انت بالاخير رح تحصل علي بالذكية وانت فعلا قربت كتير انت كافحت كتير شوف انت تعبت كتير بالاشهر الماضية يعني بطريقة تحملت من الناس من الشريك ممكن يشكون الشريك على فكرة كمان يعني ترك مش بس علاقة ثلاثية ممكن يكون ترك عمله لانه بشوف انه انت عم تحمل مسئولية العيلة شوي اذا كانت عيلتك الصغيرة او يمكن عندك التزامات من الناحية من عيلتك الكبيرة بشوفك عم بتربح هذا النصر رح يطول مدته رح يضلك يعني فترة طويلة منتصر وخاصة على انثى ممكن يكون على انثى هذا الانتصار انثى من برج هوائي ممكن يكون او مائي فهذا هذا يعني كرت كتير كتير عجبني كتير حلو اللي عجبني اكتر انه مبين بالاوراق انه الميزان عم يستعيد اللي هي الصفاته الاصلية الصبر الكفاح عم بيشوفهم يعني ماشيين بطريق مستقيم ما عم بيضيعوا لا هون ولا هون ما عم الناس في حواليهم ناس في كل الاماكن يعني من الناحية الاجتماعية اعداء ومن الناحية العملية في اعداء ولكن هم ماشيين هيك بطريق مستقيم ما عم يأثر عليهم اي شيء صح عم بأثر عليهم شوي يعني في عواطفهم بفكروا شوي ولكن ماشيين للهدف تبعهم فعم بشوف عم يحصلوا علي بيتهمية في اقرب وقت مع انه حصل في نقص بالمادة في الفترة الاخيرة ولكن شايفي في وفرة شوي شوي عم يتلقاها برج الميزان على فكرة ممكن انك يعني ممكن يكون في خطبة ممكن يكون في ارتباط جدي هاي الفترة مع انه احنا ما فتحنا على العاطفة لكن شوي يبينت اه اذا في ممكن يكون ارتباط من شخص ناري او مائي او حتى ترابي اه اما الزواج اما البداية بالاجراءات اما شخص اه داخل على علاقة جدية مش المهم هون بيبين عندي انه الميزان مرتبط بشخص جدي ما عم يلعب حتى لو كانت علاقة جديدة او على الانترنت او كذا اه عم بيكون كتير اه هاي العلاقة عم بتكون جدية اه برج الميزان اللي راح يخدموا هاي الفترة اكتر اشي صبره وزكاؤه ما يعتمد على ناس ابدا يعني اه الناس اللي كانوا يوعدوا اه وعود مبين انه في وعود بالموضوع يعني في ناس اه كانوا واعدينه على صعيد العمل في شغلات كتير ولكن ما تنفذ منها ولا شي فانا بشوفه هو عم ينجح بايده عم هو عم يشتغل هو عم هو عم بالانتصار شوف ما في حدا حواليه هو لحاله عم يشتغل يعني يعطيكم العافية برج الميزان اه النتائج كتير قربت اه يمكن بشهر عشرة اللي هو قبل 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 هاي الفترة صار في عندكم شوية كركبات شوية توترات ولكن فترة مؤقتة وبعدين اه بتستكملوا اللي هو الصعود انا شايفيتكم طالعين لفوق مع شوية ازمات صغيرة مع شوية يعني ما تخلى ولكن اه ماشيين بالطريق الصحيح ماشيين لفوق لقمة للقمة اه بشوف البعض منكم يعني رح يصير مشهور في اه في موضوع معين رح يقدم موضوع معين يمكن بشغله يمكن يقدم بحث يمكن يقدم يمكن يقدم يمكن دراسة او تخصص او فرح رح يوصل لنوع من الشهرة رح او انه يفتح مشروع ويكون كتير مشهور في هذا الموضوع من بعد صبر طبعا صبر كتير يعني على هذا الموضوع مش اول ما يحط اجرو في الموضوع خلاص انه لا بيحتاج لوقت والتحديات هذا الموضوع اه شايفك هون شايف الكراون شاكرا شايفيتك عم تكون روحانياتك عالية جدا جدا والناس اللي كانوا بعيدين يعني يعني ربنا من برج الميزان هاي الفترة عم بيكونوا كتير قريبين يعني عم يكونوا متصلين بالكون يعني في القوانين الكونية انه انه كل ما توصلت بطاقتك الداخلية فانت بتكون على اتصال او مخك او عقلك الباطن فانت بتكون على اتصال مباشر مع الكون عم بتأثر المسافة فانا عم بشوفك لا يعني عم تكون روحاني جدا هاي الفترة عم بتصلي عم تدعي عم تتصدق شغلات كتير عم تعملها كان في تاخيرات بحياتك هذا اللي ادى انك تسعى لهذا الاشي انك تكون روحاني كتير شايفة للناس اللي كان عندهم مشكلة بالكراون شاكرا او بالشاكرا التاجية عم ينحل الموضوع عم الاستشفاء اللي قلنا عنه قبل شوي اه ممكن يكون خاص في هذا الموضوع فعم تزول المشاكل بمعنى اخر كمان ممكن تكون العلاقة العاطفية يعني للشريك ولا اليك في حدا منكم كان عنده طاقات سلبية والان عم بتروح في هاي الفترة عم تنتهي فالتأخيرات عم يعني عم تتسرع الامور بتحسها بالفترة الجاي وعم شوي شوي تتحسن بتفرج نسينا شي ولا لا الطاقات يمكن الطاقات حبايبي عم بتكون مائية نارية ترابية في طبعا هواية يعني بس انا زكرت الاكتر خلينا نفتح على العاطفة كمان بالنسبة للناس قبل ما نبلش بالقراءة بالنسبة للناس الميزان المرتبطين في عقرب او برج مائي سيت احكي لكم انه تديروا بالكم على الناحية العاطفية من هاي يعني شوي ازا كنتم متزوجين طبعا اه انه شوي تحافظوا على العلاقة لانها تحت المحك يعني على المحك ممكن تكبروا الامور بطريقة يعني ما تستاهل بطريقة يعني تتفاقم فكونوا صبورين كتير في العلاقة العاطفية طبعا مش بس المتزوجين يعني كل اللي مع بعض المتفاصلين اللي على العلاقة اه تكونوا شوي صبورين عالطرف الاخر نمشي شغلات ما نعمل كتير استرس في العلاقة فوق ما هو موجود ازا حكيت انا برج الميزان مع الابراج المائية نكون حريصين من موضوع الطلاق او من موضوع الانفصال النهائي فا بس هدول اللي ذكرتم الباقيين ما في اه في ناس عندهم ولادة ياي بنت كمان بنت ولا ولد تخيل انها بنت ولكن كأنك بتخفي هذا الموضوع يعني النساء اه عم يخفوا هذا الموضوع الحمل وكأنه اه بدهون يعني تيتأكدوا من الامور كا يعني الى اكمل شهر بعدين يعملوا انو اعلان للموضوع يحكوا عنه عم بشوف البعض منكم عم يتكتم على هذا الموضوع يمكن خايفينه من الحسد او شي مبارد اه خاصة انه برج الميزان عم يتعرض كتير للحسد يعني اه بشوفك هون عم بيحاول برج الميزان الاستعانة بمسؤول معين زي ما قلتلكم قبل شوي ما تستعينوا في اي حدا اه هاي الفترة راح تكونوا لحالكم ما تتسدقوا اي وعود انه اوكي اعملوا كونكشن اعملوا اتصالات وكذا وهذا بس يعني اللي يبين الكروت انه انت راح تساعد حالك بحالك اصلا برج الميزان ما بيحب يعتمد على حدا يعني فالموضوع منتهي عم بشوفك بتحاول تسيطر على العلاقة بتحاول ترسم يعني اخطوط للعلاقة او انك تحجم الشريك او انك تسيطر عليه بنوع من الانواع فشايف انه فعلا عم تسيطر عليه فعلا عم تعمل كنترول على العلاقة زمام الامور عم بتكون بايدك حبايب القراءة العاطفية طبعا ممكن تكون عكسية يعني يا اما برج الميزان بالنسبة للشريك او الشريك بالنسبة للميزان يعني ممكن تزوط على ثنتين شايف انه العلاقة العاطفية مثل رح تنقلب فجأة مثل كأنك شايف انها ميقوس منها انه خلص ما في مجال انها تتحرك انها تتطور بالعكس انا بشوفها رايحة لا اتجاه معاكس في هاي الفترة يعني مثل انقلاب مثل انعكاس لهاي الامور مش مش ثاندين الفترة يعني مثل انقلاب الضحى Shell الدعون کرتو ساندين اشتركوا في القناة